حسن إيه؟ حسن مجدي حسن حسن مجدي حسن، اسمك حتى سني مال مو زي الأمر، حسن، انت خسيت كم كيلو يا حسن؟ مكسوف يا حبيبي ها؟ كنت ست، كنت سبعة ستين، بقيت واحد، بقيت واحد أربعين ونصف انت عندك كم سنة؟ ثمان سيني كم؟ ثمان سنين، كنت سبعة وستين كيلو، بقيت كم؟ واحد واربعين ونصف واحد واربعين ونصف حسن، بعت لنا صورته، واحنا نحطها على الشاشة دلوقتي علشان نقول لكل الناس إنه الموضوع مش صعب، خالص ومحدش يقول ابني والأطفال والشوكولاتات ولمعرفش إيه، بصوا حسن بقى أمر إزاي؟ هو كان أمر وبقى أمرين تلاتة، انت إيه حسن؟ نفسك مش بتروح للشوكولات والحاجات الحلوة والحاجات اللي كنت بتاكلها وكانت بتخنك، نفسك مش بتروح لها؟ لا مش بتروح لها، ماش بروح لها يعني قدرت تعمل رجيم إزاي؟ مش تدينا نصيحة كده عشان الولاد التخنية يعرفوا يخسوا؟ حسن، مكنتش بكر كتير عشان في اللقاء مكنتش بكر كتير بتاع فهم طب انت ايه اللي دايقك لما كنت تخين؟ ايه اللي كان مدايقك؟ ما كنتش بعرف يا نيه وما كنتش بعرف وما كنتش مصحبة على حد خالص يا روحي دلوقتي اللي أنا مصحبة علي وبتاع وبنلعب وما كنتش بعض يا رجل دلوقتي بيتجر وبقنام عيدة يا حبيبي يا بني ربنا يدمها عليك ربنا يدمها عليك واشكر لي ماما يا ماما جانبك ماما جانبك؟ ممكن اكلم ماما؟ اه سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله انت بطلة لان انا سمع ان انت كنت ساكنة في المينيا وكنت بتروح لدكتور ماجد وبتيجي صح؟ اه بيروح لدكتور كل اسبوع عشان اخد ورقة الضيطة جديدة عشان حسن كنت عبان قوي يا حبيبي وانا بأشور لدكتور جالد وعظيم لان انا شوفت ايام واحدة مع حسن بصراح يا حبيبتي بس برافو عليك ان انت قدرتي تعملي كده لان الامهات بتستسهل بتستسهل لا هو كمان عنده رضأس هو ما كانش بينام اه يعني كان يقف كده طول الليل مفيش نوع مفيش اصدقاء لي مفيش نبك بيعرف يلبسه الوقت الحمد لله يا حبيبي يا ابني زي الامر خلاص زبط طب وهو في كم شهر خستك اخست كده اهو شهورة اهو كان 67 كيلو بقى 41 ونصر اربح شهور حاليا احنا بتسادين بها الوقت ماشينا على التذبيت طب ومتعبكيش في الاول زي اي طفل في الدنيا بيبقى عايز يقاين لا 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 هو عنده اراضة من الاول انه هو اللي طلب الدكتور يروح عند الدكتور يا ابني يا حبيبي هو حصك اهو حصك اهو لما ادى يا بقى قال لي لا يا ماما خلاص سأل المتعبنش اي ضيق الدكتور بيديه ماشي عليه مضبوط يا حبيبي لو في حاجة معلشة مش عاجبة ارجع زي الدكتور ما بيقول لي الحاجة الاصلية زي ما هي عملها له اه سأل ما دايقوش يا حبيبي ربنا يبركلك فيه اهو انا بذكر الدكتور كتير والله على العظيم وربي يجيله الصحة ويبركته يا رب يا رب يا حبيبي متشكرة قوي متشكرين لك يا حسن ان انت بعتلنا صورتك وهو ده اللي انا يعني بقوله انه احنا اه عايزين نحط صور الناس والله عشان نشجع بس الناس التانية الناس التانية اللي بحافظ ودافع ليهم فعلا بيجيهم اكتئام والاطفال بيجيهم حبيبي يعني انا بص حتة انهو بيقول لي ما كانش بينام هو واقف دي دي حاجة انا جلس من عشرة ساعتها يعني لا ومحطش كان بيرضاي صاحبه يعني عشان مش بيعرف يجري ورا الولاد يعني 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 حتة انما بيطلع من القفص هي قفص يا رب اه انت دايما تقول لها اللي قفص قفص خانق الشخص نفسه خانق الشخص نفسه سواء كان كبير او صغير ام مع القفص ده خانقه في تعامله مع الناس ثقته في نفسه ام صحيا مش عايفه يعني اقول ايه بس حول اقوات الا بالله يعني فهو بيطلع من القفص ده افراج زي واحد كان محكوم عليه بعد الشر بسجن مؤبد ام يفتح القفص قوله انت براقة يعني يطلع كده ينطلق يعني يعني لحول اقوات الا بالله والله العظيم تعبير رائع فعل ربنا وبال كل الناس ان شاء الله مش عشان شكل ولا عشان حاجة حلوة او وحشة لا علشان صحة وعلشان اداء كده وعلشان دنيا نعرف نعيشها ونسع فيها يعني ومحدش يعني هو بيقولك ما بقيتش عارف اجري ورا صحابي مش عارف العب ما بقوش حد رضي صاحبي بقيت كل الولاد عايزة تصاحبني ربنا يباركلك فيه ويكمل على خطة حياة تاني حياة تاني حياة تاني حياة تاني والله افضل يا رب يعني هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقة بسم الله وإن شاء الله